بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحدموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعددوا إن الله لا يحب المعددين وكلوا مما رساغكم الله الحلال وطيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤخذكم الله في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطام عشرة مساكين من أوصد ما تطعمون أهليكم أو كسادهم أو تحذير رقبا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا أغلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأوه الأصاب والإسلام الرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقي بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصالحة فهل أنتم متفعون وآتعوا الله وآتعوا الرسول ومعذروا فإنما توليتم فألموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحة جناعهم فيما تعلم إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا صالحة ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنهم والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلو أنكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماعكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن يعدد بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حضرهم ومن قتله منكم متعدمدا فجزاؤهم مثل ما قرر لم ينعن يحكم به ذبا عدل منكم هديا بالي والقعبد أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليتوق وبال أمرهم عفى الله عما سلب ومن عاد فيه تقيم الله منه والله عزيزا ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة وحفظ مع عليكم صيد البحر ما تمتخنوا ما واتقوا الله الذي إليه تحسرون جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الغد وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله رفو رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستفى الخبيث والطيب ولو أعجبها كثرة الخبيثة فاتقوا الله يا أولي الباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء وتبدى لكم تسألوا وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حريم قد سألها قوم من قملكم ثم أسمعوا بها كافرين ما جعل الله مهيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعقلون وإذا أخيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهددون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من من ضل إذا اهدديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبكم بما كنتم تعملوا على يا أيها الذين آمنوا وشهدت بينكم إذا حضر أحلكم الموت حين المصيح يدسنا لذا بعد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ظلمتم في العرض إن أنتم ظلمتم في العرض فأصابتكم مطيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان من الله إذن رتبتم لا نشتري به كمن ولو كان ذا قربا ولا نتم شهدة الله إلا إذا من الآثمين فإن عصر على أنهما استحقا إثمهم فآخران يقومان مقومهما من الذين استحقوا عليهم الأوليان فيقسمان من الله إلا شهادتنا أحق من شهادتهما أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأدوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمانهم بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجبع الله يقول ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا إنك أن تعلم القيوب إذا قال الله يا عيسى بنها يقول نعمتي عليك وعلى والدتك إذا أيتك بروح القدس تكلم الناس بالمهن وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإعجيل وإذا تخلق من الطين كهيهات الطير بإذنه فتوفق فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأجمع واللبرص بإذنه وإذا تخرج الموتى بإذنه وإذا كفقت بني إسرائيل إذا جئتهم من بينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سفر مبين وإذا أوحيت إلى الحباريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشبئنا مسلمون إذا قال الحباريون يا عيسى بن مريم هل يستدع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها ونطبئن قدوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا بأنت خير الراسقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكو البعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذا قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتغذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أكون أقول ما ليس لي بحقنا إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أني عبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شيئا ما دمت فيهم فلما تغفيتني كنت أوت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين سدقهم لهم جنات تجري من تعد الأنهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنها ذلك الفوز العظيم لله منك السماوات والله وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والله وجعل ذنبات برنون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقوا من أطير ثم قدر أجلا وأجل مسمى عنده ثم تمترون وهو الله بالسماوات وفي الأرض يعلم سنركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معدين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسب يأتيهم أنباء ما كانوا به يستعزئون ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في العظيم ألم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرد وجعلنا الأنهار تجيبين وتحتهم فأهلكناهم بظنوبهم وأنجأنا من بعدهم قرن آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاسا فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لو لا أنزل عليهم لك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يوضرون ولو جعلناهم ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استوزي بالرسول من قبلك فعاقم الذين سفلوا منهم ما كانوا به يستعزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لما مما بالسماوات واللغة قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا رعب فيه الذين حسروا أهم أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع عليهم قل أغير الله يتخذ وليا غفاة للسماوات والله وهو يطعم ولا يتعام قل إني أميت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخافي نعصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يوم ذي وفقد رحيم وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بطرنه فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخيره فهو على كل شيء قدير وهو القاهد فوق عباده وهو الحكيم الخفير قل أي شيء أكبر سهدا قل إلا هو سهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأوذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلية أخرى قل لا سهدا قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تسكون الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين فصروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم إن من افتر على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلع الظالمون ويوم نحسكوا من جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاكم الذين كنتم تسهمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أوذر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك واجعلنا على قلوبهم أكينة ليفققوا وفي آتانهم وقرأوا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادرونك يقول الذين كبروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يولكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولم ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يغفون بها قبل ولو ردوا لعادوا لما نوعا وإنهم لكاذبون وقالوا إنه إلا حياتنا الدنيا وما نحمل مبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحال حقا قالوا بلى وربنا عقا قال فذوقوا العربا بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله حتى إذا جاءتهم ورزاعدوا بغتا وقالوا يا حصتنا على ما فلطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يسيرون وما لحياة الدنيا إلا لعب ولهوة ولدان الله لدخلوا للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم أنه لا يحزنك الذين يقولون فإنه لا يكذبونك ولكن ننظر من بآيات الله يجحدونك وقد قذبت الوسل من قبلك فصبروا على ما قذبهم وأوزوا حتى أتاهم نصرنا ولا موذلك لماذا لله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبير عليك إعلاقهم فإن استطعتم أن تبدغينا فقروا في الأرض أو سلمهم في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لا جمعهم على الهدى فلا تكون من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والنوتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نسل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آيتهم ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابتهم في العضل ولا طائر يطير بجنعه إلا ومن أمثالهم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحسرون والذين كذبوا بآياتنا سموا وبكموا في الظلمات من يشاء الله يغلل ومن يشاء جعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أواتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكسب ما تدعون إن شاء وتنسون ما تشكون وقد أرسلنا إلى أهمهم من قبلك فأخذناهم البأساء والظلاء إلى علم لهم يتضرعون فلولا إذا جاءهم من بأسنا تضرعون ولكن فقد قلوبهم وزيدنا لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرعوا بما أوتوا أخذناهم بغددهم فإذا هم مبلسون فقد عذابنا القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصلكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به ونظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصنديفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغدا أو جهرة هل يهلك لنا القوم الظالمون وما نسل المرسلين إلا ببشرنا ومنذرين فمن آمن واصلاء فلا خوفنا عليهم ولا من أحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمصهم العذاب ما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزار الله ولا عالم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إن لا ما يوحى إلي قل هل يستبع الأعباء والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحجروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم ينتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم من لغاداته العشي يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من ظالمين وكذلك فتن معبهم ببعض من يقولوا أهؤلاء فإن الله أعيهم من بيننا أليس الله يعلم بشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كذب ربكم على نفسه الرحمن أنه من عامل منكم سوءا وجهالتهم ثمت من بعده واصلا فإنه فورا رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبيل سبيل المسلمين قل إني نهيد عن عبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أحباكم قد ضللت إذا وما أنا من المهددين قل إني على عينتي من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لا قضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتع الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلمها في البد والبحر وما تسكت من ورغة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كذاب مبين وهو الذي يضغفكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نحار ثم يبعثكم فيه لإقضاء أجل مسمع ثم ليه مرجعكم ثم ينبعكم بما كنتم تعملون وهو القاهد فوق عباده ويرسل عليكم حفاظ حتى إذا جاء أحدكم الموت فتوفته رسلنا وهم لا يفرقوا على ثم نضموا إلى الله مولاهم الحرحة ألا لهم حكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البل والبهر تدعونه وتضروا وخفيا ليل أن جاءنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل إنهم ينجيكم منها ومن كل كلم ثم أنتم تشيقوا على قل هو الغادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم الشياء ويذيغ بعضكم بأس بعضا ونظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحال حمى قل لست عليكم بوكيله لكل نمائي من مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حليث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وبال الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذلك الذين اتقذوا دينهم لعبا ولهم وغلقهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبلس نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيعا وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أولسوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقبنا بعد إذا هدان الله كالذي استهوته الشيطان في العرض حيران له أسعب يدعونه إلى الهدأتنا قل إنه دا الله والهداد وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واستقوه وهو الذي إليه تحسرون وهو الذي خلق سماواته والعظم الحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق بالصالح عارم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذا قال إبراهيم لآبيه آسر أتتخذ أسلام آليه إني ميعاك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ما لكود السماوات والعظم وليكون من الموقنين فلما جدنا عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أهب الأولين فلما رأى القمر باسعون قال هذا ربي فلما أفل قال لا إن لم يهدني ربي لأكون من القوم الظالين فلما رأى الشمس باسعون قال لها ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بلي أمي مما تشعون إني وجهة وجهيا الذي فطر السماوات والأرض وحنيفا ومان من المشكين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدانا ولا أخاف ما تشكون به إلا أن يشاء ربي شئ وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركوا ولا تخافون أنكم أشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأيّن فلإغران عقب الأمن إن كنتم تعلمون الذين آبنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهددون وذلك هجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجال إب من نشع إن ربك حكيم عليهم ووهبنا له إسعق ويعقوب قلا هدينا ودوحا هدينا من قبل ومن ظريته داود وسليمان وأيوبا ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المفسنين وزكريا ويحيا وعيسى ونولياسى كل من الصالحين وإسماعين وليسع وجونس وصوتا وكل من فضل على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهما وجد بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك أود الله يهدي به من يشاء عباده ولو أشركوا لحبيط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آديناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكتر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها في كافرين أولئك الذين هدناهم فبهدى ومقدد قل لا أسألكم عليه بأجرى إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله عق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وولا للنزل جعله قراطي ستهدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباكم قل له ثم ذرهم في خضي العبون وهذا كتاب لا أنزل الله مبارك مصدق للذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالله لذي يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من يفتر على الله كذبنا وقال أهي إلي ولم يوحيديه شيء وما قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى الظالمون في غرارات الموت والملائكة باصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجهزون عذاب الهون بما كنتم تطعون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ونغر جئتمون أخرى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما مولناكم وراء أدهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع عينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي للكم الله فأنا تؤفكون فارق الإصباح وجعال الليل سكنه والشمس والخمرة مسبانة للك تغضيل العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهددوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقومه يعلمون وهو الذي أنشاكم من نفسه وعددهم فمستقر ومستطع قد فصلنا الآيات لقومه يفقرون وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خذرا لنخرج منه حبا متراقبا ومن النقل منه طلعها قلوانه ودانيا وجنات من العلاب والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه واذنوا إلى تمنه إذا أثمر وينعيه وإن في ذلك لآجة لقومه يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بلين وبنادهم بغير علم سبحانه ودعا عن ما يصفون بديعا السماوات واللغة أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء ما فعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدرك له صالة وهو يدرك له صالة وهو النطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرف لنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحبيض وكذلك نصدف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقومي على معنا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وعرض عن المشرقين ولو شاء اللهم أشركوا وما جعلناك عليهم حبيضا وما أنت عليهم بوكيلة ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علما كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم منجوهم فينبيوهم مما كانوا يعملون وأوسموا بالله جهد أيمالهم لإن جاءتم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعلكم أنها إذا جاءت لا يؤمن عنه ونقلب أفيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في تغيارهم يعمهون